يعني غدا بمشيئة المولى عز وجلها تتوجه الأنظار كافة إلى قاعة المؤتمرات حيث بدء أولى جلسات الحوار الوطني بمشاركة مجتمعية وتنوع ما بين الأطراف السياسية والفكرية والأيدولوجية والاجتماعية ويعني تمثيل لكافة الأطراف والقوة والطائرات المختلفة يمكن إحنا أمامي منا حالة من حالات الحوار اللي بتثري وتعزز ثقافة تبادل وجهات النظر واحترام وجهات النظر الأخرى وإعادة ترتيب الأولويات والملفات داخل الدولة المصرية يمكن دي مش المرة الأولى يا أحمد ده يمكن إحنا شفنا الحوار الوطني قبل كده وأعتقد أن جلسات الحوار الوطني السنة دي كمان هتكون على نفس المستوى إن لم تكن إن شاء الله أرقى وأفضل من الأعوام اللي فاتت إحنا هنتابع مع بعض على الهواء مباشرة جلسات الحوار الوطني علشان الكل يقدر يشوف مناقشات وأفكار حوالين ملفات الحوار الوطني المختلفة المطروحة المحاور اللي الناس بتتكلم فيها التفاصيل الأكتر اللي هنبقى محتكين نعرفها موجودة هتبقى معانا على الهواء مباشرة خلينا نتابع مع حضراتكم ونعرف التفاصيل اللي هتكون موجودة من ضفنا النائب محمد عزمي وضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونورنا أهلا وسهلا محمدك أهلا وسهلا صباح الخير يا مصر صباح الفل صباح الخير يعني يا سيادة النائب ويمكن زي ما قالت مننا احنا كنا منتابع الأول الجلسات الإجرائية اللي تمت على مدار تقريبا قرابة العام منذ أن أطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية دعوة الحوار الوطني وسرعان منعقدت يعني تشكيل القائمين على تنظيم الجلسات الإجرائية اللي بتنظم شكل الحوار اللي هنشوفه في أولى جلساته غدا بمشيئة المولى عز وجل لو زينا عرف من حضرتك سيادة النائب ترتيب الأولويات شايف إزاي ترتيب الأولويات فيما يخص الحوار الوطني خلينا في البداية بما أننا في الثاني من شهر مايو نرسل بتحية إعزاز وتقدير إلى عمال مصر في عيدهم كل سنة وانطيبين كل سنة وانتم المحرك الرئيسي للتنمية داخل هذا الوطن بنسبة للحوار الوطني وما يخص جلساته الحقيقة زي ما حالك تفضلت زميل الفضل أن خلال العام الماضي هي الحقيقة هيبقى عام و13 يوم تحديداً لأن الدعوة أطلقت فيها عشرين أو واحد وعشرين أربعة على ما أتذكر من العام الماضي في إفتار الأسرة النصرية لما دعا السيد الرئيس مختلف القوى السياسية إلى هذا الحوار والحقيقة هنا لازم نشير إلى نقطتين في غاية الأهمية أولهم أن في وقت الأزمات أو في وقت الدولة المصرية بتمر فيه والعالم الحقيقة كل بأزمات متتالية سواء كوفيد أو سواء الحروب اللي شغالة ما بقيتش حرب واحدة الحقيقة تلجأ الدولة المصرية إلى الحوار المباشر مع كافة الأطياف لتحديد الأولويات ما يبقاش هنا فيه مجرد تمسك بخطط أو تمسك بمعدلات مطلوبة في ظل هذه الأزمات لا يبقى فيه حوار مباشر مع كافة الأطراف والأطياف داخل المجتمع عشان نقدر نرتب هذه الأولويات الحاجة الثانية الحقيقة هي عودة ثقافة الحوار إلى المجتمع المصر كنا بدأنا وخاصة الأجيال الجديدة بعد الأحداث التي عدت علينا خلال 10 سنوات الماضية أو 12 سنة تختفي هذه الثقافة ويبقى ما فيه مجال إلى أننا نتحاور مع أحدنا الآخر ونتقبل الآخرين ليس مجرد الآخر يعني الدنيا مش أبيض وإسود بس لا فيه ألوان تالية مختلفة وفيه أراء متنوعة فيه أصفر وأحضر يعني الحقيقة عودة ثقافة الحوار وتقبل الآخر من أجل أن نحدد أولوياتنا الوطنية في ظل هذه الظروف وما تبعه من شفافية ومصرحة في كل الإجراءات اللي تمت عشان ده يكون الإطار الوحيد المنظب أو اللي يسمح بعدم التشكيق فيه جدوى هذا الحوار الوطن وجدية الدولة المصرية في أنها تتحاور مع مختلف التواقف داخل المجتمع عشان نرتب أولوياتنا فحقيقة مهم جدا وجود هذا الحوار ومصر مش حاجة يعني شفنا زمان الحوار الوطني الفرنسي وشفنا الحقيقة في أكثر من دولة متقدمة جدا بدأت في وقت قزمتها أنها تتحاور مع مختلف التواقف عشان نوصل للجمهورية الجديدة زي ما السيد الرئيس أطلق خلال الدعوة وإزاي قيم ومبادئ هذه الجمهورية الجديدة تبقى داخل المجتمع مع كل بقى تواقف فشفنا الحقيقة على مدار العام الماضي الإجراءات التنظيمية اللي تمت من الأمانة الفنية وطبعا لازم نرسل التحية للمرشف العام والمنصق العام الأستاذ دياء راشوان وطبعا ويعونه المستشار الجليل محمود فوزيو ودكتورة راشا راغب وكافة الكوادر حقيقة الوطنية الشباب الواعي اللي داخل الأكاديمية الوطنية في إحدى الأعضاء أيضا من التنسيقية أميرة صارغة نائبة أميرة صارغة وطبعا مجلس الأمنة وزبالاء ده بدأت تنسيقية المبسلين داخل مجلس الأمنة وداخل كمقررين ومقررين مساعدين لبعض اللي جاء كل هذه الترتيبات الحقيقة كانت اتضامن عشان يبقى فيه مصدقية فيه نقاش حقيقي وموضوعي ما تبقاش مكلمة كل الناس بتتكلم فيه موضوعات مبهمة لا يبقى فيه نقاط محددة يبقى فيه محاور نقدر نتناقش عليها وزي ما حضراتكم عارفين عندنا تلت محاور رئيسية أعتقد أن بكرة مش بس التلت محاور هيكونوا موجودين إحنا عندنا قضايا محددة 113 قضية مطروحة أمامكم مع الوضع في الاعتبار أن حالة الحوار الوطني دي حتكون إن شاء الله حالة مستمرة مش هتكون مرحلة وقتية أبدا مش هتكون مرتبطة فقط بدورات زي ما هو بيتم الترويج لها من قبل آخرين لا إن شاء الله هو ده الطريق اللي حتبقى ماشيين عليها طبعا وزي ما بقول لحضرتك ثقافة الحوار في حد ذاتها وتقبل الآخر هو الأساس من وجود هذه الفعليات أو هذه المبادرات اللي بتعيد لحمة المجتمع إزاي النهاردة الدكتور والمهندس والعامل والنقابي والسياسي كلهم على طولة أو في مكان واحد بيعبروا عن قراءهم وأفكارهم وخلينا كمان نؤكد إن من الحرفية اللي شاهدناها من الأمانة الفنية في إدارة الأمر إن الأمر ما اقتصرش على مجرد الحاضرين داخل الجلسات أو اللي حيقول رأيه لكن تركوا على الوسائل التواصل وما إلى ذلك مئات الألاف من المخترحات والمشروعات اللي من شباب مصري ومن مواطنين مصريين وعيين جدا وكانوا حابين يشاركوا في الحوار الوطني ومناقشة القضايا المختلفة ودو وصلنا للـ 113 قضايا اللي حنبتدي نكلم فيها لكن خلينا نقول إحنا مش حنقدر نسرد 113 قضايا ولا حنقدر نقول تفضيلاتنا لأهمها لأن كل القضايا مهمة ولكن تتخيل أنه بكرة ممكن أن يتم منقشة ايه؟ أو أبرز القضايا اللي حيتم منقشتها في الفترة القادمة مع الوضع في الأعتبار أن الـ 113 حيتم منقشتها كل القضايا حيتم منقشتها بلا جدال لكن خليني أتحدث في محور الشباب لإني مهتمة بشكل أو بآخر بهذا الملف وبرضو يعني شكي حتبقى مجروحة في التنسيقية لكن الحقيقة زملائنا في التنسيقية عملوا أكتر من جولة داخل الجامعات المصرية المختلفة الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة والجامعات الحكومية في المحافظات المختلفة عشان يقابلوا الشباب ويقابلوا طلبة هذه الجامعات وينقشوهم في مشاكلهم اللي تصدرها الأنشطة الطلبية داخل الجامعة وإزاي مهمة جدا هذه الأنشطة وإزاي نحن محتاجين مجموعة من الإجراءات ومن القرارات عشان نساعد التصريح والتمويل والمشكلات العديدة اللي بتوضيه الطلبة أن هم ينفذوا مشروعاتهم وينفذوا أنشطتهم داخل الجامعات سواء أنشطة سياسية أو أنشطة اقتصادية أو أنشطة اجتماعية الحقيقة أنا برضو كنت بالتعاون مع أحد مؤسسات المكتبع المدني شاركت فيه أكتر من فعلية للأنشطة الطلبية وشفت أولاد عبقرية وتميز وإبداع بيعملوا عربيات وبيعملوا غواصات مجرد مجموعة من الأنشطة داخل الجامعات المختلفة ممكن الدولة المصرية تستفيد منها كتير جدا أتوقع ويعني أكد أجزب أن الأنشطة الطلبية هتبقى على أولوية مناقشات محور الشباب داخل الحوار الوطني وإزاي يبقى فيه انتخابات للاتحادات الطلبية إزاي يبقى فيه شغل داخل الجامعات مع هؤلاء الشباب وهذه التواف أولا يحقق لهم رغباتهم وطاقاتهم وما إلى ذلك ومن ناحية أخرى تعد كوادر بالضبط بناء الإنسان المصري إزاي أقدر يبقى عندي شاب فعلا متخرج من الجامعة يعي يعني إيه ريادة أعمال يعني إيه يبقى صاحب عبل يعني إيه يعني العديد من المفاهيم الحية يعني يبقى عندي بلغة الشارع وهي الأقرب يعني فكرة أنا عندي دولاب العمل بتاعي أنا عارف اللي أنا لو الشخص ده النهاردة ماشي عندي البديل 2 و 3 و 4 من الشباب لأن دائما ما يعول عليهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويمكن اللي بيؤكد اللي إحنا أمام حوار وطني جاد لم ينتظر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إنعقاد أولى جلسات هذا الموطم لأن في بعض الأمور الطريقة بمجرد ما كانت بتوصل لي السيد الرئيس من الأمانة الفنية ما كان بيستجيب لهذه الأمور يمكن كان مؤخرا الإشراف القضائي على الانتخابات أيضا كيف ترى هذه الاستجابة وهل ذلك يعزز من أهمية الحوار الوطني وأن إحنا أمام حالة حوار وطني جاد وسوف يستجيب وينصال السيد الرئيس في كل قراراته أو كل الأولويات التي ستحدد الحقيقة النقطة اللي حضرتك أثرتها مهمة جدا ويعني هي محور من المحاور الهمة جدا لنجح هذا الحوار الوطني لأن ما انتظرناش إلى المناقشات وإلى الجدالات نتخذ بعض القرارات اللي السيد الرئيسي أتخذها ويجد فيها موضوعية وتقدر أنها تحل المشكلة زي طرح بتاع الإشراف القضائي على كافة الانتخابات في مصر نحن عارفين أن وفقا للنص الدستوري ما كانش هيبقى فيه إشراف قضائي اللي كان داخل الحوار الوطني والأمانة الفنية رفعوا هذا التقرير السيد الرئيس والرئيس تجاوب فعلا في تول لحظة والعديد من المعطيات اللي تأكد لنا أن النتائج مش منتظرة الكلام زي إعادة هيكلة لجمة العفر بالظبط وده قرار طلع مع الدعوة للحوار الوطني واستفد منه ألاف من الشباب النهاردة يعني النهاردة احنا بنتكلم فيه أرقام كبيرة جدا من الشباب اللي كان بيقضي عقوبة ونتيجة لجريمة غير مرتبطة بالعنف عشان نبقى مرتفقين والنهاردة هو في بيته مع أهله سواء بقى من الغارمين أو من الغارمات أو أيا كانت الجرائم البسيطة اللي ممكن تسمح بسلطة الرئيس في العفر والاقتراب من نبض الشارع هو ده الهدف الأساسي من هذه النهاردة جدا وألاف من الشباب الحقيقة وكان يعني اللجان اللي داخل الحوار الوطني كان لها سبق في هذا الأمر والعديد من القوانين لو تكلمنا عن المحور السياسي العديد من القوانين اللي كنا بنشوفها زي الجبال كانتش ينفعت حد يقترب منها زي قانون الإجراءات الجنائية قانون الأحزاد السياسية النهاردة محتاجين تعديل داخل هذه هذه التشريعات عشان نقدر نحمل تنمية سياسية حقيقة إزاي الحزب ده يقدر يجد مصادر للتمويل إزاي يقدر يبقى الشارع هنا عاوزها في النقطة دي تحديدا بمناسبة الحديث عن الأحزاب السياسية وحضرتك يعني تنتمي لكيان عظيم وهو تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين هل الأحزاب السياسية في مصر فاعلة؟ هل الأحزاب السياسية في مصر تحتاج لمراجعات وتحتاج لإعادة هيكلة أو انصهار بعضها البعض في الآخر؟ لا يعني أنا وفقا لتحليلي أو جنتظر يعني إحدى لو أتكلمنا في هذا الأمر هداخد ساعات من الكلب لكن بشكل مختصر عدد الأحزاب المصري إحنا تجوزنا المائة حزب ودي حالة طبيعية من السيولة الحزبية بعد الأحجاز اللي حدثت سواء الصورتين اللي حدثوا على مصر وحدث في دول تانية كتير قوي العدد بتاع الأحزاب مش مؤثر بالنسبة لي يعني فرنسا فيها 96 حزب أمريكا فيها 100 يعني العدد مش مؤثر عشان أبتدي أدمجهم بين بعض لكن التأثير هنا نجده مش في الشارع كمان لكن تحت البرلمان إزاي هذه الأحزاب الممثلة والكتل داخل البرلمان بتقدم قوانين أو مشروعات أو أوراق سياسات فادة المواطن لكن الحقيقة احنا على الدوام بنبحث عن الحزب في الشارع بنبحث عن الحزب موجود وبنخلط بينه وبين العمل الأهلي وبين المنظمات اللي بتشتغل بهذا الشكل لكن عشان نصل إلى محلم للبنكات الخلط هنا مش بيبقى بس مع منظمات العمل الأهلي كتير قوي من الناس لغاية لما انطلقت الجلسات بالفعل في العام الماضي كانوا متخيلين أنه قد يكون جهة تنفيذية أو زي الحكومة أو جهة الشرعية زي البرلمان بعد انطلاق جلسات الحوار الوطني ابتدينا ناخد بالنا ونفهم أن الموضوع الناس بتتباحث وبتوصل لتوصية قابلة للتنفيذ حقيقية ووقيعية تقدر الجهات المسؤولة أنها تنفذها ففكرة الفصل ما بين أن القرارات اللي بتتأخذ من قبل الحوار الوطني ما هماش هيقوموا دلوقتي حالاً ينفذوها على الأرض ده وصل للناس وده وصل للناس اللي موجودين كمان بتتحور في الحوار الوطني بيوزنوا ما بين النقطتين إزاي حليني أقول لحديك برضو أن من النتائج المهمة جداً اللي عملها الحوار الوطني خلال العام الماضي أنه ألقى بحجر على مياه الراكدة الأحزاب السياسية المصرية من بعد التنافس داخل الانتخابات البرلمانية في 2020 ما كانش فيه نشاط خلال السنتين الثلاثة اللي فاتوا بشكل محوظ لمجموعات من الأحزاب بعد دعوتهم إلى الحوار الوطني كل الأحزاب اشتغلت كل الأحزاب عملت جلسات داخل أحزابها وداخل مقاراتها وجابت كوادرها وطلعت أوراق وطلعت مقترحات تعالى وريني رؤيتك أنت حزب بالضبط يعني دي أنا شايفة بمثابت لا اشتغلوا الحقيقة يا كاد أجزم أن كل الأحزاب ليس فقط الأحزاب الممثلة داخل البرلمان لا الأحزاب الغير ممثلة بكافة تكتلات ومشوفنا تحالف الأحزاب يعني العديد من الأحزاب اشتغلوا ودوروا مكان زي ما احنا بنقول كده وعملوا جلسات وعملوا مقترحات وطلعوا توصيات وأوراق اتقدمت بالفعل في جلسات مع الأمانة الفنية ممكن ناسات الناب كان بمثابة أمر كاشف لأحزاب اشتغلت وأخرى كونت تكتلات من أجل المعارضة والتشكيك فقط لأنه ما عندهاش حاجة تقدمها طبعا ما هي دي النتيجة اللي أحنا بنقول عليها الدهار دا الحجر اللي احترى منها في هذه المياه حرق داخل الحياة السياسية كل التبهات أو الكوادر اللي كانت وقفة والمستوات اللي كانت نايمة كلها انها تشتغل وتطلع أوراق وتتباحث وتدرس ونفرس بعد كده واقول له آه لا دا المقترح دا محترم انت زي ما تقدمش بها قبل كده يلا بينا ننفذوا كلنا يلا نتشارك جميعا من أجل بناء هذا الوطن وبناء الجمهورية الجديدة فالحقيقة كانت كاشفة وكانت نتيجة مهمة جدا داخل الأحزاب السياسية في مصر انطلاق الجلسات بيتزامن مع أزمة اقتصادية عالمية يعني العالم كله بيعاني العالم كله قاعد مترقب ماذا سيحدث في الفترة القادمة ازاي الحوار الوطني يقدر يساهم ان هو يدعم قدرة الدولة على مواجهة الأزمة دي يشوف حلول بديلة تساعد الدولة في حل مشكلة قد تواجه الناس بشكل كبير وطبعا بتواجه الدولة اللي كل هدفها ان المواطن ما يتأثرش بشدة يعني خلينا نتفق ان المحافظة على استقرار مؤسسات الدولة واستقرار الحالة اللي احنا فيها يعني في ظل الأزابات دي حيبت دعمة كبيرة قوي صحيح الولاد على وسائط التواصل المختلفة وعلى الفيسبوك بينشروا خريطة كده للوطن العربي وللمنطقة يتضح منها ان محيط ملتحة يعني احنا في خضم الأحداث في قلب ومع ذلك السلع موجودة في كل حتة اه فيه أزمة فيه غلاء شوية في الأسعار فيه لكن الحمد لله طبا النهاردة انا لو اخدنا الفلاح المصري لا ان شاء الله موسم حصاد الأمح بدأ هنجد سعر توريد عادل إلى الفلاحين يسمح ليهم انهم يسلموا هنجد اكتفاء ان شاء الله وحنجد التوافر للأطنان من الأمح عشان تبقى موجودة وده كله كان بخطوات نتجة عن الحوار وعن الخطوات اجراءات استباقية خدتها الدولة بنحصودها دلوقتي لأركان ومؤسسات الدولة خلال الفترة الماضية تسمح بأن النهاردة ما يبقى فيه أزمة زي كده ونشوف القريطة دي نجد استقرار موجود في مصر نجد التهاب في المنطقة لكن فيه شغل بيحصل حقيقي داخل مصر نعم وده طمعا الحمد لله يعني على نعمة هذا الوطن الآمن المستقر رغم المحيط الملتهب أو يعني التحديات التي تعصف بدول أخرى ربنا يستر عليهم ويوفقهم جميعا يعني إخواننا وجراننا لكن الأمر صحيح ودول الجوار هي بعد من أبعاد الأمن القومي اللي يعني بتواجه مصر في ظل هذه التحديات الرهنة أيضا لكن مش ده بس الملف اللي يمكن هيطرح فيه الحوار الوطني غدا هينطلق أولى جلسات وإحنا بنتكلم في ملفات عديدة بنتكلم على ملف الحماية الاجتماعية والأسر الأولى بالرعاية في ظل هذه التحديات الاقتصادية اللي أنت توفر لهم قدر مناسب من الاحتياجات والأولويات بنتكلم على ملف المرأة وإعادة تمكين المرأة بشكل أكثر فعالية عما هو عليه أيضا وإن كانت تحضى بكل يعني وشهات يتبقى مجروحة منها تحضى بكل يعني الدعم والتمكين في يعني كافة القطاعات ولو هنكلم على البرلمان فشايفين أكثر نسبة تمثيل نتكلم أيضا على ملف ذوي الاحتياجات الخاصة كل دي أمور هتناقش من قبل الحوار الوطني شايف منقشة هذه الأمور في ذلك التوقيت إزاي وأهميته أيضا مهمة جدا زي ما قلت لحضرتك عشان كل التواقف وكل الفئات اللي داخل المجتمع تناقش القضايا وتعي خطة الدولة المصرية ما خلينا نقول إن الحوار هو عبارة عن اتجاهين ترافين يعني مش ترافين أطراف متعددة لكن اتجاهين وهنا الاتجاه التاني هو الدولة المصرية فالنهار دا ما نعود على طولة أو في مكان وتتطلع على الخطة التنفيذية اللي الدولة المصرية حطها والرؤى بعدها ما تيجي تعارض معارضتك لهذا الأمر أو للبناء أو لحل المشكلة هتبقى مبنية على معلومة موسقة هتبقى مبنية على أمر حقيقي دون استياق المعلومات من الانترنت أو من الفيسبوك أو ما إلى ذلك فالنهار دا الناس اللي قاعدة على الانترنت قاعدة بتتكلم بالزر مش محتاجين لدوار مما موجودين فالمزرحة والشفافية اللي هتبقى من سواء الطرفين أو الأطراف المتعددة اللي هتبقى موجودة أمر مهم جدا ياخدنا لإيه النتجة اللي حضرتك قلت عليها أن احنا نوصل للشكل المحترم من الحوار الشكل الملائم للدولة المصرية الشكل اللي يقولنا إن الفئات دي دي هاتما بخص لو أخدنا على سبيل المثال أخواتنا وأهلينا من القادرون باختلاف النهاردة فيه منقشات حقيقية داخل لجان الحوار وداخل اللجان عشان إزاي نقدر يبقى فيه حقوق حقيقية بتتوفر لهم دون بقى التعقيدات اللي احنا بنشوفها وإزاي نسهل عليهم أمورهم إزاي نقدر نوفر بعض المنتجات والأجهزة اللي مثلا لإخواتنا اللي عندهم الأعاقات البصرية يقدر إن هو يشارك بقوة داخل المجتمع ويقدر يعبر عن رأيه وفكره باستخدام الأجهزة الحديثة دي سيبقى فيه مصانع مصرية تنتجها كل هذه الأمور حيتم منقشتها داخل الحوار الرلوطني وداخل اللجان وداخل الجلسات اللي حتبقى برضو وده أمر مهم جدا هتبقى مزعب الكامل على الهواء صحيح الناس كلها حتبعها مش مجرد داخل مصر يعني أنا شايف أن الهيئة الهيئة العمل استعلمات بعت الدعوات ليه كل الصحفيين والعلمين الأجانب ووكالات الأنباء اللي على مستوى الأفريقيا لأن لابد أن ينظر العالم أجمع إلى حالة الديمقراطية اللي موجودة في داخل الجمهورية جمهورية مصر العربية ويعني نحن أمام حالة من حالات الحوار هذه الحالة ينظر إليها الجميع بأعيب مليئة بالشغف وينتظر ما يتمخذ عن هذا الحوار من قرارات تنصب في صالح المواطن المصري وأخيرا يعني نقول الحوار والاختلاف فيه الرأي لا يفسد ليه الوطن قضية بنشكر حضرتك نائب محمد عزمي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأيضا عضو مجلس الشيوخ شكرا لوجودك معنا في صباح الخير شكرا لحضراتكم